موسيقى الله وبركاته اهلا بكم يا احلى مطابعين في الدنيا النهاردة للأسف الشديد جاينا خبر منذ ساعة عن نجم الكرة المصرية أعلن اتحاد الكرة المصري إصابة نجم الفريق ليفربورد محمد صلاح بفيروس كورونا في مصر خلال زيارته لبلاده للمشاركة في مباريات منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية نشر خبر إصابته صلاح بكورونا نشر اتحاد الكرة خبر جديد عن موقعه الرسمي مكان الخبر الأول قال فيه أن ثلاث لاعبين من المنتخبين مصر وتوغو ظهرت مساحتهم إيجابية للفيروس دون تحديد أسماء اللاعبين وقال اتحاد الكرة المصري في الخبر الأول أن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطن الأول لكرة القدم أظهرت إصابة اللاعب الدولي بفيروس كورونا بعدما جاء رغم أنه لا يعاني من أي أعراض وتم العزل له وإخضاعه للعزل الصحي وخضع صلاح للمسحة الروتينية ضمن أعضاء فريق منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة فريق توغو غدا الأربعاء 14 نوفمبر ويوم 16 من الشهر الجاري في إطار تصفيات بطولة الأمم الإفريقية وباستثناء صلاح جاءت نتائج مساحات باقي أعضاء الفريق وأفراد الجهاز الإداري للمنتخب سلبي وفقا لبيان اتحاد الكرة المصري الأول على موقعه على الإنترنت وكان مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي نشر وصور لمحمد صلاح أسنع حضور حفل زفاف شقيقته في مصر وقال البعض أن عدد من الحضور لم يلتزم بارتداء الكمامة وظهر صلاح رفقة شقيقه العريس يرقصان على أنغام أغاني شعبية وسط حضور عائلي للعروسين أصدقاء ولم يبدوا الحضورة في الحفل التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقام حفل تكريم لنجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونجم ليفربول يوم الخميس ومنح صلاح جائزة الملهم التي خصصها الاتحاد للنجم المصري بوصفه ملهما لملايين الشباب حول العالم وفي الحفل احتفى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بالإنجازات التي حققها نجم ليفربول مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية في الدور الإنجليزي الممتاز شكرا لحسن استماعكم ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة ليصلكم كل الأخبار الجديدة إن شاء الله أول بأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته